الله سبحكم بألف خير وأهلا وسهلا في كل المشاهدين من ضمولنا في هذه اللاحظات من في إطار المتابعة كنا قد طرحنا موضوع وأثار جدل أيضا في هداك الوقت عن إغلاق مركز تجميل وجولات تفتشية مفاجئة لمراكز تجميل في فلسطين وأثار موضوع وفضول كثير من السيدات والنساء اللي كمان بيزوروا مراكز تجميل مختلفة وتم إغلاق مركز تجميل بالكامل وهذا أثار غضب جهات مختلفة وكان موقف وزارة الصحة واضح في ضرورة متابعة هذا الملف وفتحه على مصرعيه من جديد أمام كل الجهات المختصة في هذا الجانب في إطار المتابعة نستضيف اليوم الأستاذ أسامة النجار المتحدث بإسم وزارة الصحة لإطلاعنا على آخر المستجدات صباح خير يعطيكم العافية سيد صباحكم أنتم كل أبناء شعبنا نحن نذكر قبل شهر ونصف شهرين كان اللقاء معك وكان في حديث عن إغلاق محل تجميل وكان في طاقة عالية عند الوزارة وتصريحات واضحة وصريحة بإسلام هذا الملف لكن حتى هذه اللحظة في فلسطين حتى من ثنوات سابقة لا يوجد قانون ينظم هذا القطاع آخر المستجدات يعني أولا خلنا أقول لك أن الحمل مستمر في المتابعة والتفتيش على هذه المراكز في الخليل يمكن تم زيارة أكثر من أربعين مركز وتم وقف العمل بكثير منها ربما لم يعلم من ذلك لكن تم وقف العمل فعليا في بيت لحم نفس الشيء وفي نابلس وفي جينين في كل المناطق الآن برزة لدينا إشكالية حقيقية هي موجودة حالي يصلك بس إذا المحل الذي تم إغلاقه في مدينة تيرام الله لليوم مغلق لليوم مغلق نعم لأن هذا لا يوجد فيه حتى أبسط شروط البيئة الصحية المناسبة لمركز يتعامل مع شيء له علاقة بصحة المواطن يتعامل بمواد غير مسجلة في وزارة الصحة تصنع محليا بطريقة سيئة أيضا لا تفحص في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية يستخدم مواد كيموية منتهي تاريخ الصلاحية تباحها وبالتالي هذا قصة لسه أكبر من قضية مركز تجميل عنده جهاز غير مرخص أو يستخدم يشتري مادة مثلا من جانب الإسرائيلي غير مسجلة لدى وزارة صحة لسه يعني في تفاوت في الضرر الموجود ما بينهم بس المركز ذلك ما زال مغلق والمصنع طبعه ما زال مغلق أيضا حتى هذه اللحظة بقية المراكز الآن بدأ يطلب منها إجراءات محددة في قضية الأجهزة الموجودة لديها وخاصة أجهزة الليزر أجهزة الليزر كما ذكرت أنا سابقا كانت وزارة الصحة الإسرائيلية تفاجأنا أنه نزل إعلان على الموقع وزارة الصحة الإسرائيلية تحذر جمهورها من التعاطي مع هذه الأجهزة ومحاديين أسماءها بالاسم الأجهزة أنه هذه الأجهزة قد انتهت صلاحيتها في إسرائيل منذ فترة من الزمن وأصبحت تضر صحة المواطن وتحرق الجلد وإنه تم شراءها من قبل شركات في إسرائيل وتباع إلى مناطق السلطة الفلسطينية وتباع وتستخدم طلعنا على أنواع الأجهزة الموجودة عند الكثير من هذه الأجهزة لأنه كان أول خطوة أنه كثير من هذه الأجهزة وقفناها عن العمل يعني أخذنا الرقم السيري اللي عليها ومنوع يكمل الشغل عليه وما زالت حتى هذه اللحظة موقوفة عن العمل الآن كإطار قانوني نظم عمل المراكز التجميل لا فيه عندنا موجود نحن نستند إلى يعني ما فيه مرجعية بالنسبة لإقامة العمل نستند إلى ثلاث شغلات رئيسية الشغل الأولى قانون الصحة العام الفلسطيني اللي بنظم أليات العمل في القطاع الصحي كله بشكل عام وكل المراكز وكل ما له علاقة بصحة المواطن الفلسطيني الجانب الآخر نتعامل فيه قضية تسجيل الأدوي والمواد التجميل أنه هل يستخدم المستحضرات مسجلة أو غير مسجلة الجانب الثالث هي قضية الشهادات اللي بيحملوا الأشخاص اللي بيشتغلوا في هذه المراكز أنه مركز تجميل بيتعالج فيه البشرة أو الجلد يجب أن يكون فيه شخص مختص بهذا الموضوع على رأس هذا المركز هل عنده فنيين بيشتغلوا من هناهم ما فيش مشكلة بس ديكون فيه معهم شهادة وشهادة مزاولة مهن اللي تكون موجودة معهم في هذا الجانب ونحن لا نطلب إلى الحد الأدنى كبداية حتى يعني ما نحن معنيين بإغلاق هذه المراكز نقطع رزقيتهم ونقطع عيشهم لا معنيين أنه يكونوا منظمين البعض ندرك تماما أنه يمكن شغله بيشتغل بهاي كواليتي بيشتغل بطريقة حلوة جدا ينقص بعض الأمور هنا وهناك وبالتالي طلبنا منه أن يستصوي بوضع أعطينا مهلة أنه نصو بوضعك والإجراءات المطلوبة 1-2-3 ونحن متعاونين مع الأطراف كثيرة منهم نوجد إطار قانوني مشترك بينهم بين وزارة الصحة الفلسطينية أنه نوجد نظام لترخيص هذه المراكز بيخضع فيه لشروط الصحة لشروط تسجيل المواد الدوائية والمستحضرات وللشهادات اللي بيحملوا هذون الناس اللي بيشتغلوا في هذه المراكز طيب لأسألك يعني بالضبط هذا السؤال أنه هذا القطاع صار كبير كم من مراكز التجميل اليوم بتشوفها فهو بيحتاج لشيء مفصل نوعاً ما بتأكيد يعني احتياجات السوق هي مختلفة عن ما ينص عليه القانون فهذه النقطة بالتحديد يعني كيف رح تم العمل عليها يعني طلع أجل مجموعة من العاملين في هذا القطاع يعني هم الناس ربما يمكن من الأفضل الناس اللي بيشتغلوا فيه اجتمعوا معانا بوزارة الصحة بهدف تأسيس جسم يمثلهم وهم نتفق إحنا وياهم على نظام لتنظيم هذه المهنة لأنه هم الأدرة بمن يعمل فيها من حملة الشهادات شو الشهادات بيحملوها هل في ناس عنده شهادة فني خاص بجهاز الليزر هل عنده هذا فني علاج بشرة هل عنده علاج شعر و نيجي نقسم ونثلت لكل الأشياء الموجودة وبالتالي هم عندهم الشهادات في ناس معهم شهادات ما جستير في هذا العلم أجوا موجودين كانوا موجودين شهادات باكالوريوس في هذا العلوم الموجودة من بره جايبينهم وبيشتغلوا عن علم هل في ناس تدربوا تدريب ما عندنا مشكلة كمان التدريب حتى فيه له إطار النظامي ممكن أن ينظم فيه المهم المهم في كل هذا الموضوع أن المواطنين تدخلوا لهذا المركز ألا يخرج بمشكلة صحية إضافية ألا يخرج بعاهة ألا يخرج بقصة يعني نقعد نحقق فيها كوزارة صحة ويجيوا الناس يقولون أنت وزارة صحة وين كنتوا عندما اتعرضنا للغبر وتعرضنا للضرر في هذا المركز عشان هيك وعشان نجاوب على استفسارات الناس بهذا الموضوع اليوم شو الخطوات القادمة خاصة أنه بس نحكي عن هذا التنظيم هذا بحتاج كمان كوادر من وزارة صحة بالتأكيد فإحكينا بشكل فعلي وعملي بالأسف لديق الوقت نعم إحنا على أي مرحلة مقبلين مقبلين على تنظيم هذا القطاع بطريقة تحميهم هم حتى من الداخلين عليه تحميهم هم من الدخلاء على هذا الإطار تبعهم كما ذكرت الغرف التجارية تدخلت حجم الاستثمارات فيه بالملايين في هذا القطاع على مستوى فلسطين معنيين بهذا الاستثمار احنا يكون كمان موجود وشو معنيينهم ضروا ولكن معينين يكون في إطار النظام سنعمل على أنه إحنا وياهم بالتعاون معهم إيجاد نظام لمزاولة المهنة وترخيص هذه المراكز بما يضمن حقوقهم ويضمن حق المواطن المسؤول عنه وزارة الصحة الفلسطينية في إطار تنظيم هذا المهنة وهذا التعاون فيه إيجابي جدا بيننا وبينهم وما زال مستمر نتمنى عليهم هم يكونون متعاونين أنه إحنا يمتيج المفتشين يزوروهم ليس القصد هو قضية تفتيش من أجل أنه أنا بدي أمسه بضرر القضية قضية تفتيش لأنه أنا مسؤول كوزارة الصحة عن صحة المواطن الفلسطيني إذن مفروض أنه كل ما يكون لدي هو مرخص من وزارة الصحة مواد تجميل مواد مستخدم كريمات سوائل موجودة يجب أن تكون مرخص تخدمها هل يوجد ثقف زمني لهذه الخطة؟ بالتأكيد نحن متفقين وحتى ما معالي وزير الصحة أنه قبل نهاية العام نكون يعني خرجنا بإطار قانوني لتنظيم عملهم وأن يتم الاجتماع فيهم كمان مرة ووضعهم في صورة هذا الإطار القانوني والشغل فيه عم نشتغل صارنا من قبل العيد اجتماعاتنا كانت معهم ويشغلين عم بنحق في إشي عملي وهم عم بيشتغلوا بإشي عملي كمان وتقريباً رح يكون في إشي على الأرض الواقع لتنظيم هذه المهنة شكراً لك جزيل الشكر وهذا كمان يعني يعني بعطينا كمان مدى لقدام نفكر كيف بدنا نتابع إحنا كمان كوسائل إعلام جزء من مسؤوليتنا كمان ننظم هذا الشيء معاكم ونكون شركاء في العملية يعطيك ألف عافية شكراً لك أستاذ أسامة بهيك مشاهدنا نكون وصلنا لختام حلقتنا بهذا الصباح أكيد لقاء فالله يصبحكم بالخير بجردد غداً الساعة التاسعة صباحاً ثلاثة أسرة ما زال يخضون معركتهم معركة الأمعاء الخاوية آملين فعلاً أن تكون لـ 24 ساعة حاسمة في هذا الإضراب مالك القاضي الأخوين محمد ومحمود البلبول كل التحية والحرية لهم ولكافة الأسرة داخل سجون الاحتلال كل التحية لعائلاتهم أيضاً بخضوا معهم ذات الإضراب ولكن بطريقة مختلفة مني منتاقم العمل أجمل تحيات وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر